بحضور سلطان مدينة جمينة كشل كاسر تم صباح اليوم القصر الخامس عشر من يناير مناسبة تنصيب ممسل قبيلة ميقامي لمدينة جمينة السيد علي اسماعيل دارس وسط حضور كبير من الاهل والاقارب نتابع التفاصيل في التقليد التالي بعد فترة من الفراغ القانوني لسلطة تقليدية لقبيلة ميقامي بعيد وفاة رئيسهم علي جرمى ونائبه جلابي دونقوس خلال الاشهر الماضية وفق المنتمون لقبيلة ميقامي على اختيار علي سليمان دارس على رأس القبيلة عبر انتخابات حرة ونزحة وبهدف تنصيب رئيسهم الجريد على رأس القبيلة وقيمت هذه المناسبة التي حضرها سلطان مدينة انجمينة وجمع من المنتمينة إلى القبيلة كلمة اللجنة المنظمة الترحيبية للحضور كانت من رئيسها رمضان خريفين بعده مباشرة قام سلطان مدينة انجمينة محمد كشل كاسر بتنصيبه وفق مراسم الاعراف القبلية والاشعيرية رئيس القبيلة وبعد تنصيبه طلب من الجميع الوحدة من اجل العمل معا بجدية لحل حالة جميع مشكلتهم بقدر ما يمكن وتعتبر رئاسة القبيلة اداريا سلطة تقليدية اجتماعية حدفها حل حالة جميع مشكلات القبيلة وتوحيدهم من اجل خدمة المصلحة العليا للدولة نهاية العرض الاخباري لهذه الليلة تقبلوا تحياتي مقرونة بتحايا فريق العمل تصبحون على الفقير